موسيقى العمي واحد من قصر من الاهلي الموجودة لطب الجوة الهنداني ومستوى بيعنيه القيام ويعنيه صوادت ويعنيه أساسيات ويعنيه احترام ويعنيه تأمين موسيقى موسيقى بين الحياة والموت طريق يسلكه الجميع يفوز فيه من أدركته القلوب فما أفضل حصلت تلك الرحلة إذا ما خضي صاحبها بحب الاحترام بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترنت يمكن الفترة الماضية حالة حداد بالتأكيد على معالي الوزير نايب رئيس النادي الأهلي الأستاذ العمري فاروق والذي وفته المنية ظهر يوم الجمعة الماضي يعني خلص التعازي لأسرة معالي الوزير العمري فاروق ولأسرة النادي الأهلي يمكن النادي الأهلي فقد أحد أبنائه وشخصية العمري فاروق اللي تعامل معاه واللي تقرب منه واللي تكلم معاه واللي أجرى معه ورات أو حتى تعامل معاه من مسافات حتى مش أقول مسافات قريبة شاف شخصية جميلة وجه بشوش إنسان بيحب النادي الأهلي عايش حياته كلها داخل النادي الأهلي علاقاته الاجتماعية وعلاقاته الإنسانية مع كل الناس داخل النادي الأهلي من الكبير للصغير محدش يقدر ينسها وده عن العمري فاروق اللي كانت بالأمس مراسم العزاء كل الشعب المصري عاش اللحظات الصعبة خلال الأيام اللي فاتت ومبارح في العزاء كل الناس كانت موجودة قيادات الدولة سيد رئيس مجلس الوزراء كان موجود سيد وزير الدفاع كل المؤسسات الرياضية كانت موجودة مبارح كل المجتمع الرياضي كان موجودين مبارح اللجنة الأولمبية الاتحادات الوطنية سواء اتحاد السلة اتحاد الطيرة كل الاتحادات اللي ممكن تكون لا علاقة حتى بالنشاط الرياضي داخل عائلة النادي الأهلي وداخل جدران النادي الأهلي على مستوى الاجتماعي داخل النادي الأهلي الكل كان موجود مبارح بيؤدي واجب العزاء في السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي ومعالي الوزير السابق يعني بصراحة كانت لحظات صعبة علينا جدا عشناها الفترة اللي فاتت مش بتكلم بس في الثلاثة ايام او الاربعة ايام اللي فاتت من ساعة اعلان حالة الوفاة ولكن حتى على مدر اكتر من ثمانين يوم من وقت تعرض الاستاذ العمري فاروق لمحنة مرضية صعبة جدا دخل المستشفى والواحد كان كل يوم بيدعيله بنتمنى بس ان هو يقوم بالسلامة يكون وسط اهله وسط اصحابه ووسط العائلة وسط اخواته واسرته ولكن ده قدر ربنا سبحانه وتعالى بالتأكيد يعني نتمنى له يا رب باذن الله الرحمة وبندعوله بالتأكيد بالرحمة وبالمغفرة ربنا يسمحه ويغفر له ويلهم الاسرة يا رب الكريمة بيء الصبر والسلوان ودعا العمري فاروق مش هنقدر ننساه ابدا زي ما بنتذكر كل الرؤساء وكل الرموز والاساطير اللي كان لهم دور كبير جدا في الحياة الرياضية المصرية وفي النادي الاهلي اكيد معالي الوزير العمري فاروق هيكون دايما في بنا ودايما بياذن الله هنتذكره بالخير ودايما هيكون ما بيننا ادخل النادي الاهلي وشوف داخل جدوران النادي الاهلي في كل ملعب في ملعب النشاط الرياضي حتى في ملعب التتش في المبنى الاجتماعي في المبنى السكواش كل اثر داخل النادي الاهلي هيكون للعمري فاروق اكيد دور كبير جدا في النادي الاهلي سواء على المستوى الانشاءات على المستوى الرياضي على المستوى القانوني ولا احي كان ليه دور كبير جدا مع مجلس دارة النادي الاهلي في الفترة السابقة في إعداد ليحة نظام أساسي للنادي الأهلي الرجل كان بيذاكر وكان بيقرأ وكان مطلع وكان بيحب وبيدي للنادي الأهلي من وقته ومن مجهوده عشان كده دايما هنفضل في بنا وهيفضل دايما بنتكلم عليه بكل خير يارب بإذن الله يعني يكون في الجنة وربنا يصبر والدته وولده وأسرته زوجته أبنائه أشقائه وكل جماهير النادي الأهلي حالة النهاردة من برنامج التريند بالتأكيد هنتابع فيها الخروج المبكر لمنتخبنا الوطني الأسباب الحقيقية التي دعت إلى خروج المنتخب الوطني من كأس الأمم في دور الستة عشر هنتكلم كمال عن النادي الأهلي بعد العودة من المعسكر خلال الفترة الأخيرة وإقامة مباراتين ودياتين كيف يستعد الأهلي للمرحلة الجاية هنتكلم على موضوع القيد والمريكاتو اللي خلاص خلال ساعات المفروض بيتم إغلاق الباب القيد هل اتحاد القرى هيتخذ قرار في الساعات القادمة وملف القيد احنا اتكلمنا عليه قبل انطلاق كأس الأمم عموما عندنا النهاردة ملفات مهمة جدا ولكن عشان وقت الحلقة نبدأ به سؤال حلقة النهاردة وسؤال النهاردة عايز عرف من وجهة نظركم من يتحمل مسئولية خروج المنتخب من دور الستاشر في بطولة أمم إفريقيا ألاعبون أم فيتوريا أم اتحاد القرى كله يدخلوا يشارك معنا اللي بتأكيد رأيكم مهم جدا في استعراض الجزء الأخير من برنامج الترند عشان ابنوجد نظركم من المسئول اتحاد القرى ولا الجهاز الفن ولا اللعيبة ولا مين يا رب اللي ممكن يكون مسئول عن هذا الإخفاق للأسف اللي محدش كان يتوقع أو أكثر المتشائمين محدش كان يتوقع هذا الإخفاق المبكر في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكن خلونا نروح بسرعة لأهم العنوين البداية في ترند الأهلي الفريق راحة من التدريبات وكمان الأهلي ينتظر قرار ربطة الأندية في موعد استيناف الدوري وفي الترند المحلي جلسة مرتقبة بين وزير الرياضة والتحاد القرى لكشف الحساب أول ما بس مع كلمة كشف الحساب أعرف أن ما فيش حاجة هتحصل مع احترامي للجميع اللي عايز يناشي الموضوع يركز ويسمعنا النهاردة لأن النهاردة إحنا هنتكلم في صلب القضية إحنا مش مصلحتنا إلا مصلحت البلد دي ومصلحت الكرة والرياضة في مصر اللي عايز مصلحت الكرة والرياضة في مصر يسمعنا كويس لأن النهاردة إحنا هنحط أدينا على المشاكل اللي بتواجه الكرة في مصر والمشاكل اللي بتواجه منتخبنا في الفترة الأخيرة طيب نروح لاستعراض مباريات اليوم والنهاردة فيه جولة جديدة من مباريات دور الستة عشر وآخر مبارتين الساعة سبعة مالي مع بوركينا فاسو وفي الساعة العاشرة من مساء اليوم المنتخب المغربي مع جنوب إفريقيا نروح للدور الإنجليزي والنهاردة فيه خمس مباريات ساعة تسعة ونص نوتينجهام فوريست هيستضيف آرسنال والساعة العاشرة إلى ربع فولهم هيستضيف إيفرتون ولوتون تاون هيستضيف برايتون في الساعة العاشرة كريستال بلس هيستضيف شيفلد يونيتد وأستون فيلا هيستضيف نيو كاسل يونيتد دي أبرز مباريات اليوم واستعراض مباريات اليوم سواء في كاسل الأمم الإفريقية أو حتى في الدور الإنجليزي وبالتأكيد كانت أبرز النتائج في الساعات الأخيرة خروج السنغال حامل اللقب أمام المنتخب الإفواري بضربات الجزاء الترجحية بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي واحد واحد خرجت السنغال وأصبحت المنفسة بين الثلاثة الكبار المغرب، الكوديفوار ونيجيريا هل ينجحون في تحيي اللقب أم ستنجح الرأس الأخضر في تحيي المفاجأة وتستمر في البطولة لأبعد مدى نخرج إلى فاصل ثم نواصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بحضراتكم من جديد خرج المنتخب مبكرا من كأس الأمم الإفريقية وأكثر المتشائمين لم يكن يتخيل أن يظهر المنتخب بهذا الشكل وهذا المستوى الفني السيء في كل مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية قلت لحضراتكم اللي عايز مصلحة الكورة والرياضة في مصر ما يقولش كلام إنشة بمعنى فكرة كشف الحساب والكلام الإنشة ده لا هيقدم ولا هيأخر عايز تنايش قضية خش في الصميمة على طول أنا من أول يوم في البطولة أنا مش عامل فلاش باك وأقول إحنا كنا بنقولي على اتحاد الكورة والمنتخب في الفترات اللي فاتت في توقيت كان كل الإعلام طلع بالاتحاد ده وبالجهاز الفني ده لسابع سماء لسابع سماء وحوارات صحفية وحوارات إعلامية ولقاءات ونجوم وكلام كتير وإحنا من دي وان شايفين إن الاتجاه ماشي من الصح في كل الاتجاهات داخل اتحاد الكورة شو اللي يقعبينه ومسابقات وحكامه وإدارة منتخبات ومجلس إدارة وكل حاجة هنا كنا دايما بنصرحكم واللي عايز تكلم لمصلحة الكورة والرياضة في مصر يبدأ يتكلم وكل واحد حر كل واحد ينقش بالشكل اللي هو شايفه بس أنا شايف إن احنا الحمد لله كنا دايما بنتكلم صح واللي قلناه هي دينا تكتو واللي قلناه هي دينا تكتو والحاجة الوحيدة اللي كنا بنحارب عليها وجابت نتيجة حصلت في كاس الأمم حاربنا على بعض الحاجات في ملف التحكيم كلامنا مشي والناس سمعت كلامنا والحكام دلوقتي بخير الحاجة الوحيدة اللي ماشي صح دلوقتي رغم ان اتحاد الكورة ما كانش بيدعمها تعالوا بقى نشوف المشكلة فين بداية كل النتائج اللي خرجت في مباريات منتخبنا طليق بمنظومة الكورة المصرية كل النتائج طليق بالمنظومة ليه؟ لأن ما فيش حاجة في المنظومة كانت صح كل حاجة غلط فكان طبيعي جدا شكلك يبقى وحش وانت متعادل مع موزنبيق طبيعي جدا تتعادل مع غانا في السواني الأخيرة وكنت ممكن تخرج طبيعي جدا انك تتعادل مع الرأس الأخضر وكنت خلاص يعني على مشارف ركوب الطائرة ورجوع للقاهرة ولولا هدف موزنبيق كنت خرقت فطبيعي جدا ان نتائج والشكل اللي ظهر ده يكون يليق بما قدمته خلال آخر سنتين سواء لاتحاد الكورة سواء للجهاز الفني سواء لكل الناس اللي ليه علاقة بالموضوع ده وهاجي وهتكلم على دور كل واحد فنتائج اللي حصلت في كهس الأمم طليق بالفعل بمنظومة الكورة المصرية من أول يوم في البطولة الناس من البداية قالت احنا بنعمل مشروع طب تعالوا نتكلم على المشروع المشروع ده بقالوا بالضبط سنة ونص معنى كلمة مشروع يعني ايه يعني أنا متعاقد مع مدير فني لمدة أربع سنين لغاية عشرين ستة وعشرين عشان أبني جيل جديد يستعد لكأس العالم ويتأهل لكأس العالم ويعمل نتائج جيدة في كأس العالم عشان أعمل ده يبقى هدخل عناصر جديدة أعمل ممتخب بتوليفة جديدة هدخل كاس الأمم الأولى في عهدي كمجلس إدارة أو كعهدي كجهاز فني ويبدأ أعمل صف جديد ده حصل؟ ما حصلش معدل الأعمار السنية احنا رقم اتنين أعلى معدل أعمار السنية في كاس الأمم يبقى التخطيط للمشروع كان ماشي غلط تمام؟ مين بقى المسؤول؟ ابدأ معايا وحاسب بالاسم مين المشرفة العام على المنتخب؟ الكابتن حازم إمام مين المسؤول عن التعاقد مع روي فيتوريا؟ الكابتن حازم إمام مين اللي حط شروط التعاقد مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا؟ الكابتن حازم إمام أين دور مجلس إدارة اتحاد الكورة؟ للأسف كان هناك قرار إن الكابتن حازم إمام هو المشرفة مع المنتخب أين دور وزارة الرياضة في الموافقة على تعاقد لمدة أربع سنوات في عهد مجلس تنتهي مدته بعد سنتين؟ من المسؤول عن وضع شرط جزائي تلت شهور في مدة العقد الأربع سنين؟ بغض النظر عن النتائج طوال الأربع سنوات على فكرة ما فيش حاجة اسمها لو النتائج في كاس الأمم مش جيدة عند مولة 15 يوم أفسخ العقد الكلام ده مصح على فكرة العقد مكتوب فيه بند واضح وصريح من أول التعاقد لغاية نهاية المدة في 2026 في أي وقت المنتخب أو اتحاد الكورة عايز يفسخ يدفع ثلاث شهور شرط جزائي يدفع ثلاث شهور شرط جزائي أنا أقولت لكم بالأسماء هل مجلس زارة اتحاد الكورة مسؤول عن هذا الإخفاق؟ مسؤول مسؤولية تضامنية ولكن ما للمسؤول المسؤولية المباشرة الكابتن حازم إمام؟ ليه؟ لأن المنتخب كان بيدار بطريقة الوان من شو بصراحة وبكل أمانة المنتخب كان يدار بطريقة الوان من شو كان ممنوع على أي فرد في اتحاد الكورة التواصل مع ري فيتوريا أو منخشة ري فيتوريا إلا من خلال الكابتن حازم إمام هل الكورة تدار بهذا الشكل؟ إطلاقا مفيش كورة في العالم تدرب هذا الشكل ومش أقول لك اتفرج على كتالوج الأهلي يعني كتالوج الأهلي رغم أن رئيس النادي الأهلي والمشرف على الكورة في النادي الأهلي أعظم من لعب كورة في مصر الكابتن محمود الخطيب ولكن هناك لجنة فنية هناك مشاورات ترابيزة بيقعد عليها أربع خمس نجوم من نجوم الكورة بيتناجوا في ملف الكورة ليس القرار قرار فردي ولكن هناك مناقشات قد يصيبوا وقد يخطأوا ولكن في النهاية هناك منظومة ولكن في منتخب مصر ما فيش منظومة طريقة الوان من شو أنا بقولها لكم بصوت عالي المنتخب كان يدار بطريقة الوان من شو من أول اختيار فيتوريا من أول التعاقد مع فيتوريا من أول وضع الشرط الجزائي من أول الموافقة على هذا التعاقد لأن الكل بأمانة برضو عشان نتكلم بصراحة لو المجلس مدته سنتين عشان يعمل عقد أربع سنين لازم وفقت وزارة الرياضة فالوزارة وفقت فالوزارة وفقت فبالتالي هتحسب الاتحاد على أساس إيه؟ ما هناك موافقات رسمية على هذا التعاقد وبالتالي المشروع اللي انت تعاقدت عليه فشل أنا بقول لكم المشروع ده فشل والمشروع ده مش هينجح تعالوا بقول لكم المشروع ده مش هينجح ليه كانت فيه مشاكل فنية ومشاكل إدارية إيه هي المشاكل الفنية وإيه هي المشاكل الإدارية؟ المشاكل الفنية أن الجهاز الفني اختياراته كلها كانت غلط طريق إدارته للمنتخب كانت غلط المعسكرات اللي كان بيعملها ما كانتش صح المدير الفني مالوش قرار ليس ذو شخصية أنك تقوله أو تسمع منه قرار وتنفذه بل بالعكس وديكم مثال قبل كأس الأمم كان من المفترض أن هناك معسكر للمنتخب في إحدى الدولة الخليجية وإقامة مباراتين وديتين ولكن تم إلغاء فكرة إقامة هذا المعسكر والمعسكر اتعمل في مصر والمبارات الودية بدل ما كانت مباراتين بقت مبارة واحدة بدل ما كانت مباراتين بقت مبارة واحدة الشق الإداري هل المدير الإداري للمنتخب الكابتن خالد غرابة هل سافر إلى الكودفوار لمعينة الملاعب وفنادق الإقامة ما حصلش تم إرسال وفد من شخصين إداري ومسؤول العلاقات العامة راحوا ظهروا المدن قالوا لا مبلاش الموضوع بتاع السيتي كاندال في مدينة سان بيدرو لو جينا هنا في المركز الثاني لا ياريت المطعم يبقى لوحده المطبخ لوحده ما يبقاش السكن جماعي مع المنتخبات الأخرى يا فندم انت أصلا المفروض ما تقعدش في المدينة ده وانا هنا الصوت تنبح وقلت حد يسافر فاهم كويس قوي في التفاصيل دي يختار مكان للمنتخب خير المكان اللي حددته اللجنة المنظمة تونس عملت كده الجزائر عملت كده المغرب عملت كده مش معنى انك هتعمل كده انك هتكسب ما فيه ناس كذبت وفيه ناس خسرت ورجعت يعني الجزائر عملت كده ورجعت المغرب عملت كده وكملت بس انت عمل الهوموركي بتاعك صح انت على المستوى الإداري كنت فاشل على المستوى الفني ما كانش ليك اي يعني خطوات فنية تؤكد ان المنتخب ماشي في الطريق الصحيح يبقى بالتالي كان عندك مشاكل إدارية كان عندك مشاكل فنية كان عندك مشاكل في اخزيارات اللاعبين ما كنتش محدد اهدافك من اول يوم مشروعك عيمش ازاي طيب الحاجة التالتة الحاجة التالتة انت كجهاز فني للمنتخب بتختار لعيبة بالشكل ده وجات لك ازمة في بداية المعسكر واصابة محمد صلاح واصابة محمد صلاح فين ادارة الازمة مين المسؤول عن عدم الاعلان عن اصابة محمد صلاح انا بوجه تساؤلات لان المفروض الاتحاد يعلن التفاصيل الحقيقية المفروض معالي وزير الرياضة لما يقعد معهم يعرف الاسباب ويكشفها للرأي العام ده حق الاعلام وحق الناس في الشارع اصابة محمد صلاح مين المسؤول عن عدم الكشفة عن تفاصيلها من أول يوم هل الكابتن حازم؟ هل محمد صلاح نفسه؟ هل روي فيتوريا؟ هل خالد الدرندالي رئيس البعثة؟ مين؟ لأن الكشفة عن الإصابة لما حصلت مع الشناوي ولما حصلت بعد كده مع إمام عشور كان الوضع مختلف ما حدش يقول لأصل الاتحاد والمنتخب استفاد من الخطأ الأولاني لا ما كانش فيه استفادة من الخطأ الأولاني عاجبها لكم الآخر وبصراحة طول عمر منتخبات مصر بتنجح لأن المنتخب الكل فيه سواسية حتى النجم وسطه جوه الفريق ما فيش نجم لوحده إصابة محمد صلاح لو كان المنتخب أعلنها من أول يوم وكان رئيس البعثة ليه قرار في الإعلام ما كانتش حصلت كل الأزمة دي وفهم أنتوا المبين السطور فكرة أن المشري في العام ياخد ملف صلاح لوحده ويبعد عن رئيس البعثة ويبعد عن المدير الفني ويناقش الموضوع مع ندي ليفربول ويبقى فيه تعتيم إعلامي هنا في مصر على الموضوع ده هو اللي عمل الأزمة إصابة محمد صلاح من أول يوم الناس كانت عارفاها أنها تاخد لها من 21 إلى 28 يوم ووكيله أو مدير أعماله لما أعلن بعد كده أعلن لأنه شاف أن العدم الإعلان عن إصابة صلاح من أول يوم هو اللي خلى صلاح في وش المدفع قدام جمهير الكرة في مصر ولكن في مسئولية برضو على محمد صلاح طبيعي لما تتصاب زي أي لاعب الناس يصرح لها أنها تعلن ولكن تعامل جهاز المنتخب وتعامل اتحاد الكورة مع صلاح منذ تعيين هذا المجلس للأسف بعيد تماما عن القواعد الاحترافية وديكم أدلة على كده يوم ما اتعامل حفل رعاية لمنتخب مصر كل المنتخب موجود مع عدى كابتن المنتخب يوم ما يبدأ معسكر منتخب مصر كل اللعبة موجودة مع عدى كابتن المنتخب انت كاتحاد كورة أو انت كمنتخب مع كامل احترام من الكابتن حازم عندك معسكر عندك ايفنت كابتن المنتخب موجود قبل اي حد مفيش حاجة اسمها تضارب اعلانات مفيش حاجة اسمها نجم ليفربول ينضم بعد البعثة بيوم ولا اتنين المنتخب ده عشان ينجح لازم الكل يبقى زي بعضه عايزين تناقشوا القضية وتحلوها نقشوها كده محدش يقول لي احنا جبنا سبعة تجوان ودخل مرمونا سبعة تجوان ده كلام هامشي السرغال بالتسعة نقاط خرجت من دور الستاشر نقشو القضية في تفاصيلها ومشكلتها ومين اللي عمل الازمة مين المسؤول عن الازمة لسه هنكمل ولكن نطلع فاصل ثم نواصل بعد الفاصل تاني بأكد لحضراتكم قضية زي دي هتبقى قضيتنا في الفترة اللي جاية احنا في ملفات ما بينسبهاش لغاية لما بيتم اتخاذ فيها القرار اللي في صالح الكورة المصرية والرياضة المصرية الملف ده لو فضل مستمر بنفس النهج اللي بتواربيه الكورة والمنتخبات في اتحاد الكورة انسى انك تشوف اي نتيجة الفترة اللي جاية انسى مش هتشوف خير مش هتشوف نتيجة كويسة ومحدش يعتقد ان ممكن بدربات الحظ نكسب في مرة ونخسر في مرة الاتحاد ده منذ ان تم اختياره ودخوله للانتخابات ونجاحه لم يقدم اي اضافة للكورة المصرية فشل في جميع الاتجاهات فشل في جميع القطاعات فشل في جميع اللي جان يعني يصعب علي يصعب علي لما تجيلي تشكيلات لجان الاتحاد الافريقي ولاقي ان رئيس اتحاد الكورة عضو في لجنة كأس الامم الافريقية للمحليين مصر اللي اسست الاتحاد الافريقي اللي اسست الكورة في افريقيا يوم ما يبقى رئيس اتحاد الكورة الحالي عضو في لجان الكاف يبقى عضو في لجنة المحليين لجنة المحليين محدش في المسابقات محدش موجود في الحكام التطوير الفني ترشيح جاي من خارج الاتحاد ما فيش حد احنا على مستوى الكاف ما فيش حد مع كامل احترام المهند سانة بريدة ودوره قاعده مكتب تنفيذي سواء في الفيفا او في الكاف ده جانب تاني انا بتكلم على اللي قاعد على الترابيزة جوه اتحاد الكورة ما هي علاقاته بالكاف انا هنا في مرة لما كنت بتكلم على مشكلة حصلت في معسكر المنتخب والكابتن حازم طلع قال اصل لعبة الالي مكتش موجودة في مطش مصر فحصلت مشكلة فاخسرنا من تونس طلعت وقتها قلت يا جماعة بلاش تختصروا مشاكلكم في قصة لعبة الالي في المعسكر ولا بلر المعسكر وطلعت وقلت الاتحاد ده بيقدم ايه وليه ايه وعليه ايه وفاكر وقتها قلت الاتحاد ده لا بشوفه في جماعية عمومية ولا بشوفه في اجتماعات تطوير داخل الكاف ولا بشوفه في اي حاجة داخل الكاف وبتفاجئ ان الاتحاد المصري اخر من يعلم على كل المعلومات اللي بتطلع من الاتحاد الافريكي من مسابقات ورخص وتدريب واندية وتفاصيل كتيرة حتى في التحكيم محدش فيه معرف حاجة يعني في كاس الامم الحالية قصما بالله فيه تفاصيل بتحصل في تعينات القطكم التحكيمية او طواقم التحكيم لو قلتها فيه ناس هنا في الكرة المصرية مش هتزال على الشاشات تاني لان انتم مش مهتمين باي حاجة الناس برا مهتمة مين اللي يحكم مطش موريتانيا مين اللي يحكم مطش المغرب وتعمل اتصالات عايزة تتطمل على منتخب بلدها مش اي حاجة مييجي مش اي حد ييجي عايزة على اقل حكم كويس يضمن العدالة الناس شوفوا مهتمة بايه مش بقولكم بس بعد توافد يحضر للإقامة والانتقالات والإعاش الناس بتركز في حد تأمين الحكم اللي هيحكم المطش انا مش عايز ادي امثلة عشان الناس ما تتفاجئش بلي بيحصل بس انا بقولكم والله العظيم يا جماعة محد في مصر هنا في اتحاد الكورة في المنتخب مهتم بالمنتخبات محدش مهتم باي تفاصيل كل الهدف نطلع نحلل في قناة مصرية نطلع نحلل في قناة خليجية نعمل إعلان نعمل مداخلات نقدم برامج طب انت بتقدم البرامج من اللي هيحسبك يعني انت المفروض مشرف على المنتخب وبتقدم برنامج من اللي هيحسب مين من اللي هيحسب مين ما المنظومة ده عشان تتعدل لازم يبقى كل واحد لي دور الإعلام لي دور المنتخب لي دور الاتحاد لي دور اللي يشتغل في الاتحاد مالوش علاقة بالمنتخب واللي يشتغل في المنتخب مالوش علاقة بالإعلام لكن كلها على بعضها سمك لابن تمرهندي وبالمناسبة الناس اللي تتكلم السحنة ما عندناش أجندة الفترة الجاية ونفكر ونشوف تفكر وتشوف ايه تعالى تعالى تفكر وتشوف ايه ده انت لازم تاخد القرار النهاردة قبل بكرة لازم تاخد القرار النهاردة قبل بكرة مصر كلها مستني قرار قرار في الاتحاد قرار في الجهاز الفني لازم يكون فيه قرار على مسؤول عن هذا الموضوع يطلع الجهاز الفني يطلع الكابتن حازم يطلع مجلس الإدارة أي أن كان هو مين لازم قرار ليه بقى لازم قرار منتخب مصر يا جماعة لغاية نهاية عشرين أربعة وعشرين لغاية نهاية هذا العام عنده كم مباراة تخيلوا عنده كم مباراة اتنين اربعة عشر مطشاط منتخب مصر عنده عشر مطشاط في عام عشرين أربعة وعشرين أجندة دولية والدية في شهر ثلاثة مباراتين أجندة رسمية في شهر ستة مباراتين تصفيات كاسعالم الجولة الثالثة والجولة الرابعة تصفيات كأس الأمم المؤهلة لعشرين خمسة وعشرين مطشن في شهر تسعة مطشن في شهر عشرة مطشن في شهر احداشرة لو الاتحاد ما عندهش الأجندة أبعطه الأجندة أبعط لكم الأجندة أعتقد الكاف بعدها لكم يعني يعني الجهاز الفني الحالي ده مش هياخد أجازة ده عنده مباراتين تصفيات كاس عالم بعد ثلاث شهور ومع مين؟ مع بوركينة فياسو اللي تصدرت المجموعة بتاعت الجزائر اللي عندها النهاردة مباراة مع مالي وممكن تكسب توصل دوري الثمانية ممكن تكسبنا في شهر ستة وتبقى في الصدارة على فكرة يعني ويبقى كاس العالم كمان ضاع بدري وعندك تصفيات كاس أمم في آخر السنة في تسعة مطشين في شهر عشر مطشين في شهر احداشر مطشين فبسم الله ما شاء الله كده لو صبت الجهاز الفني لا هتبقى رحت كاس عالم ولا هتبقى رحت كاس أمم في عشرين خمسة وعشرين ومحدش يقول لي هيتم معالجة الأمر والجهاز الفني يشوف أخطاء والله ما فيه فايدة أنا مش بتكلم على نقاط فنية المدرب ضعيف فيها أنا بتكلم على الشخصية روي فيتوريا مدرب بلا شخصية وأنا عندي أسبابي وأسانيدي على ده في أزمة محمد صلاح وإصابة محمد صلاح فيتوريا كان آخر من يعلم فيتوريا كان آخر من يعلم الملف كله كان بيدور ما بين اتنين الكابتن حازم والكابتن محمد صلاح ده واحد اتنين في ملف الإعاشة والإقامة في كأس الأمم فيتوريا آخر من يعلم ما كانش يعرف الإقامة في سنبدرو ووضعها إيه وطلع قالك فرصة المنتخب يحرج من أبيتجان ويروح سنبدرو تغيير أجواء تغيير أجواء إيه ده انت رايح في أجواء أصعب انت رايح في أجواء أصعب فما عندهش فكرة الإقامة والتناقلات ظروفة إيه لأنه ما عندهش مدير إداري ما عندهش جهاز إداري ما عندهش أصلاً اتحاد لإعلاقة بالمنتخب المنتخب كده في سكة مع مسؤول هو اللي بيقوده لغاية لما وصله للطرق اللي انتوا شايفينها اللي عايز مصلحة البلد واللي عايز مصلحة الكرة في البلد دي يناقشها كده ما يناقشهاش احنا جبنا سبعة وعلينا سبعة ولا احنا كسبنا بالأجنبي ولا كسبنا بالوطني بمناسبة المدربين الوطنيين أنا صعبان علي المدربين الوطنيين بصراحة مين المدرب الوطني دلوقتي اللي معاه النسخة أو اللايسنز البروفيشنال من الكاف مين مين اللي معاه الرحصة التدريبية اللي تسمح له أن يقود منتخب مصر وأن الكاف يسمح له أن يوعد على الدكة بلاش نختار أسماء ممكن نتفاجئ لما تيجي مباراة رسمية روح صال الكاف تمنعه من الجلوس على الدكة البودلاء هل اتحاد الكرة أسس المدربين في مصر؟ أبدا هل اتعامل روحها التدريبية في مصر؟ أبدا مين المدير الفني للاتحاد؟ مفيش على فكرة منتخب مصر لما نظم كاس أفريقيا للشباب خرج من الدور الأول كان ساعتها تم اختيار الكابتن محمود جابر والمنتخب خرج كله لا فكرة بقى قص المشكلة في المنتخب الأول ولا المنتخب الشباب أنتوا كمان عندكم مشكلة في الأجيال اللي جاية ده مش قصة منتخب أول بس ده مشكلة في الأجيال اللي جاية الكرة في مصر لو من النهاردة ما تعملهاش تخطيط سليم والناس اللي هتيجي تزير يبقى لها علاقات خارجية وليها سلطة في الكاف والفيفا ويبقى لها سلطة على أنها يتعين أجهزة فنية بشكل مستقل الكرة المصرية مش هتتقدم الكرة المصرية مش هتتقدم والاختيارات الفنية لازم تكون من ناس لها فكرة عن الأمور الفنية مش شخص واحد واللي يشتغل في المنتخب ويشرف على المنتخب مالوش علاقة بالإعلام واللي يقعد على كرس مجلس الإدارة يخطط للقرة مالوش علاقة بالربطة ومالوش علاقة بالإعلام ما ينفعش يبقى مسؤول في الربطة ومسؤول في الإعلام ومسؤول في الاتحاد ما ينفعش اللي يعمل جدول الدوري يبقى مسؤول في الربطة بس ما يبقىش ليه علاقة بالاتحاد الكورة وفعله دور اللي جان فين دور لجنة الانضباط فين دور لجنة الاستئناف فين دور لجنة فض المنازعات فين دور لجنة الرحص التدريبية فين اللي جان فين رئيس لجنة الحكام فين رئيس لجنة الحكام على مدار شهر البطولة بتتلاقي بكاس الأمم مفيش معسقر يتعامل للحكام معرفناش الحكام الفترة الحالية بتعمل معام ايه لما الدورة يرجع الوضع هيبقى ايه هي المشكلة مش مشكلة فيتوريا بس المشكلة منظومة بس عايز تبدأ غير الجهاز الفني هات ناس فعلا تقود السنادي لان السنادي انا قلتلكم الاجندة الناس فاكرة ان احنا خلاص خرجنا من كاس الأمم فالدنيا مريحة لا انت عندك تصفيات كاس عالم ماتش بوركينة ممكن يطلعك بره البطولة وعندك كاس أمم في نهاية هذا العام منتخب مكافئته في البطولة تمه مئة ألف دولار لو عندك أزمة مالية خد المكافئة ادفع بيها الشرط الجزائي واشتغل بقى على مية بيضة وابدأ اشتغل ونظف من تحت عشان تلاقي نتائج بعد كده لكن لو هتستمر بنفس المجموعة انا مش متفائل اطلاقا انا بحضر وبشوف اجتماعات وبيتجيلي تفاصيل من برا الناس هنا مش موجودة مش على الخريطة والله العظيم اللي بيقوده الكورة في مصر مش على الخريطة مع كامل احترامي لأشخاصهم ناس محترمة وكل حاجة بس احنا بنتكلم كورة بنتكلم شغل انا ممكن احترمك واقدرك وكل حاجة بس ده برا الهوى برا شغلنا وانا بسلم عليه لكن لما جمسك الورقة والقلم لأ ابدأ حسبك انت نجحت ولا فشلت نتائجك بتقول انت فشلت في انتخابات بعد ست شهور ماشي نستنى الانتخابات بس اتمنى تتعدل الليحة فكرة الانتخابات بالقوام المغلقة دي مفيش فايدة مفيش فايدة ومش كل ما الليب الشرطة وفانيلا يعرف يعرف يقود الكورة في مصر الاستثناءات قليلة جدا لكن مش هتبقى بالعموم الاستثناءات قليلة جدا لكن في العموم جوه اتحاد الكورة مش شرط انها تنجح كابتن سامير زاهر الله يرحمه ما كانش ليه تاريخ كبير جدا في الكورة بس افضل من قادة اتحاد الكورة وهو كرئيس اتحاد ومشرفة مع المنتخب وكان ساعتها في تخطيب بجد للمنتخب قبليه اللي هو حرب الضشوري ربنا اديله الصحة المقياس داخل النادي الاهلي مش شرط يكون على المنتخب انه ينجح او اتحاد الكورة ينجح لو الاتحاد هيقوده ناس بتفهم في الكورة كويس جدا ومعهم ناس اداريين بتفهم كويس جدا اهلا وسهلا بيهم لكن فكرة ان الكورة اللي بتوعه الكورة بس مش شرط انها تنجح الحمد لله نجحت في الاهلي وعلى مدار التاريخ الاهلي نجحت فيه بشكل كبير جدا اتمنى اشوف كتالوج الاهلي في اتحاد الكورة اتمنى اشوف كتالوج الاهلي في المنتخب لاني بقى عايز اقول حاجة مهمة جدا وانا عايز اروح لموضوع كتالوج الاهلي للأسف للأسف مدربين بيطلعوا يتكلموا في الكورة غلط واعلاميين اساؤل المهنة بيتكلموا غلط وسابوا المنتخب بكل تفاصيله ومسكوا في الاهلي لدرجة ان واحد منهم طلع قالك ايه الاهلي طول ما هو موجود مفيش غرف مصر تخيلوا انه واحد فاشل في الملعب وفي التدريب ومالوش تاريخ طلع يتكلم في ستوديو على ان الاهلي طول ما هو موجود مفيش كورة في مصر يا اخي يعني ده الاهلي لولى نتائجه في السنوات السابع والعشر الاخيرة ما كانش الكورة المصرية هتظهر على منصات التتويج في افريقيا وفي الاتحاد الدولي يعني انت راجل فشلت في التدريب وبطلت كورة ومحدش عارف بعد ما بطلت كورة انت عملت ايه ولا اشتغلت ايه ولا درست ايه ولا هببت ايه اصلا في المجال ده طالع تقول على ان النادي الاهلي طول ما هو موجود مفيش كورة في مصر انا مش عارف اقول ايه بصراحة ومحدش بيحاسب والناس بتسمع وبتعدي واشباه اعلاميين بيسمعوا الكلام ده وبيعايزين يطلعوا ترند ويحاسبوا الاهلي على حاجات ما روش علقة بيها يعني الاهلي من بعد يصابت الشناوي لا اعلن انه هيعمل ايه ولا اعلن انه تعاقد مع مين ولا اعلن انه هيفكر ازاي في الملف ده الناس كلها تطوعت الاهلي تعاقد الاهلي تراجع عن التعاقد هو الاهلي اعلن يا جماعة انتو يا جماعة يعني رحمة بالاعلام وبالصحافة هل الاهلي اعلن في بيار رسمي تعاقده مع حارس مرمى لا يبقى ازاي الاهلي تراجع ازاي يعني انت بتحسبني على خبر نزل في صفحة في موقع في برنامج بتحسبني انا بناء على ايه وفجأة بقى خسارة المنتخب كلها بتتلخص ان الاهلي فكر في التعاقد مع حارس مرمى طب اقسم بالله العلي العظيم من ساعة المنتخب ما وصل سان بيدرو يوم الجمعة والسبت والحد تلات ايام ما فيه مسؤول في النادي الاهلي اتكلم اتكلم او بس رن على حد في المنتخب لعيبة وجهاز فني واي فرض انا بقسم بالله تلات ايام المنتخب في سان بيدرو ما حد رفع السماعة وفي نفس الوقت في كاس العالم في روسيا لما بيرامدز تعاقد مع لعبين في المنتخب ما حدش فتح بقه لان اللي بيتكلمه دلوقت كانوا شغالين في بيرامدز هي دي الناس للأسف اللي جزء كبير جداً منها في الإعلام هم اللي وصلوا المنتخب واتحادوا الكرة للشكل اللي انتو شايفينه للأسف انا مش هقول المسؤولية على اتحاد الكرة والمنتخب بس للأسف نسبة كبيرة من الإعلام واللي بيطلع على الشاشات هم اللي وصلوا المنتخب والتحاد الكرة لللي انتوا شايفينه ولولاً للأهل بعيد عن هذه البوطقة من الإعلاميين أو المدربين اللي فشلوا في الملاعب كان الأهل راح في نفس السكة معاهم بس الأهل الحمد لله سكته مختلفة عن الأشكال اللي انتوا بتشوفوها في الفترة الأخيرة نروح للمشاركات عايزين نعرف رأي الناس لأن احنا طرحنا سؤال مهم جداً من المسؤول عن هذا الفشل اللي ظهر فيه كأس الأمم اللاعبين فيتوريا اتحاد الكرة طيب ناصر بيقول مساء الخير اتقدم بخالص التعازي في سيارة الوزير العامري فاروق داعي الله ان يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته سبب خروج منتخبنا المسؤول الاول اتحاد الكرة وفيتوريا اتمنى التغيير وحصن الاختيار في المرحلة المقبلة احمد السلام عليكم كل سفينة وليها قبطان وكل طيارة وليها طيار المدرب هو المسؤول عن الخروج لانه ببساطة المفروض انه يختار لاعبين وجهازه المعاون والتدخل في الخيارات ضعف منه هذه اسوأ اداء او هذا اسوأ اداء للمنتخب في جميع النسخ السابقة هناك لاعبين لم نراهم غير بالمدرج ولاعبين مصابين ولاعبين موقوفين استاذ ايمن فيتوريا طبعا محدش جاب سرط اللعيب اخدوا بالكو ده صح ناصر بيقول المشكلة في المنظومة بالكامل الحل يبدأ من التخطيط يعني الادارة وبعدها المدرب فيتوريا سامح بيقول اتقدم بخالص العزاء لأسرة النادي الالف ابنها البار العامري فاروق ما حدث للمنتخب المصري كان نتاق طبيعي لمنظومة تحركها العشوائية والمحسوبية وعدم التخطيط ويتحمل الاتحاد المصري وفيتوريا المسئولية كاملة ولابد من المحاسبة يعني بصوا رد فعل الناس وانطباع الناس في الشارع وفي التعليقات اللي معايا ما اختلفتش عن احنا بنقوله الناس فهمة والناس عارفة ومحدش يعتقد ان الناس هيدحك عليها الناس فهمة المشاكل جاية ازاي وجاية منين في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبوعدكم ان ملف اتحاد الكورة والمنتخب مستمر معانا في برنامج التريند خلال الفترة اللي جاية شكرا لحسن المتابعة والى اللقاء